الحمد لله رب العالمين ونصلي ونسلم على حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم أعزائي المشاهدين مع آية من آيات الكتاب العظيم نستلهم منها العضات والعبر يقول ربنا تبارك وتعالى في وصف أهوال يوم القيامة والسبيل إلى النجاح في ذلك اليوم العصيب يقول ربنا تبارك وتعالى يوم لا ينفع مال ولا بن إلا من أتى الله بقلب سليم القلب السليم هو القلب الذي تخلص من الشرك والرياء هو القلب الذي سلم من الغل والحسد والخديعة والمكر هذا القلب هو الذي يوصل صاحبه لأن يكون أفضل الناس قال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم عندما سئل أي الناس أفضل فقال عليه أفضل الصلاة والسلام كل صادق اللسان مخموم القلب فقالوا يا رسول الله صادق اللسان نعرفه فمن هو مخموم اللسان فقال عليه أفضل الصلاة والسلام التقي النقي الذي لا إثم فيه ولا غل ولا حقد ولا حسد القلب الذي تطهر من الأحقاد القلب الذي تطهر من الحسد القلب الذي يحمل الحب لجميع الناس هذا الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم يوم أحد يؤذيه المشركون من قومه فإذا به والدم يسيل على وجهه وقد كسرت إحدى أسنانه وهو في كرب عظيم وشدة يطلب منه المسلمون أن يدعو على الكفار فإذا به يرفع يديه صلى الله عليه وآله وسلم بكل حب وبكل طهارة فيقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون سامح النبي صلى الله عليه وآله وسلم هؤلاء القوم الذين اعتدوا عليه وأساءوا إليه وعندما جاء فتح مكة ودخل النبي صلى الله عليه وآله وسلم منتصرا فاتحا ماذا قال للناس قال لهم اذهبوا وأنتم الطلقاء النبي عليه الصلاة والسلام يجلس بين أصحابه ثم يشير إلى باب المسجد ويقول للناس يطلع الآن عليكم رجل من أهل الجنة فإذا برجل من الأنصار يدخل المسجد فيتأمل الناس رجل من عامة المؤمنين ليس مشهورا ولا معروفا بعمل زائد على الناس ويبشر النبي صلى الله عليه وآله وسلم في اليوم الثاني وفي اليوم الثالث يبشر رجلا يدخل من أهل الجنة فإذا بنفس الرجل تتكرر البشارة ثلاثة أيام وفي الختام يظهر أن هذا الرجل كان إذا جاء في الليل لينام طهر قلبه من الحقد والغش والحسد فينام وقلبه سليم لا يحمل الغل ولا الحقد ولا الحسد على أحد من الناس ولنتأمل هذا الحديث العظيم الذي قال فيه الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم دب إليكم داء الأمم قبلكم الحسد والبغضاء والبغضاء هي الحالقة أما إني لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين ما يحمله الإنسان في قلبه من غل وحسد وغش يحلق عليه دينه نختم بهذا الحديث الذي يقول فيه المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة قالوا بلى يا رسول الله قال إصلاح ذات البين فإن فساد ذات البين هي الحالقة أسأل الله تعالى أن يطهر قلوبنا وأن يشرح صدورنا وأن يذهب عنا الغل والحقد والحسد وأن يرزقنا الله قلبا سليما ولسانا صادقا وصلى الله وسلم على حبيب المصطفى وعلى آله وصحبه وسلم تسليل كثيرا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة